شهر يونيا شهر ليه ووضع خاص لان بتحصل فيه احتفالات في كل انحاء امريكا فانت لازم تكون عارف ايه اللي بيحصل حواليك علشان تعرف فحقيقة الاحتفالات دي بقى لها اثنين بتحصل لكن السنة اللي فاتت والسنة دي اخدت وضع جديد السنة دي بقت احتفالات في كل مكان وبشكل كبير جدا فلازم تكون عارف عنه لان انا اكتشفت ان فيه ناس في الكميتي بتاعتنا معنداش علم مش عارف ايه اللي بيحصل او يمكن سمعت عنها سمعت شاش كده وانا قلت الكلام ده بدل مرة مليون مرة ان انت ترامجت في امريكا انت ليك دور لازم تلعبه ما ينفعش تكون عايش ووجد بس على ارض امريكا تاكل وتشرب واخر اتماماتك شيكات التحفيز ما ينفعش انت عندك ولاد هنا في امريكا لازم تبقى فاهم الولاد دي بتسمع ايه بتشوف ايه بتتعرض لايه ايه اللي بيمتصوا وعيهم ايه اللي بيهدموه وايه الحاجات اللي بيانتراجتوا معاها عشان لما تيجي تاخد قرار تاخد قرار بناء على العلم فالشهر الجون ده وشهر البرائد شهر الفخر اللي بيفتخر به الالجي بي تي كيو بلس كوميونيتي بنفسهم اللي هم الليسبيان الجاي البيساكشول ترانس جندر الكوير والبلس هم بيفتخروا بنفسهم بيختفروا بما وصلوا لي الانتصارات اللي هم عملوا والحقيقة هم وصلوا الانتصارات واخدوا امكانه في فئات كتيرة ما تحلمش بتمن المكان اللي هم وصلوله هم ما دخلوا البيت لا بيض فالاشار ده يعني هم بقى بيختفلوا بيفخروا طبعا مش بس الالجي بي تي كوميونيتي لكن كلمة بلس اللي بيحطوها اخرها دي تندرج بقى تحتها الناس اللي بي identify as يعني ممكن راجل بس هو شايف نفسه ستة او ستة شايف نفسها راجل او واحد شايف نفسه هم they them البروناونز اللي تناديهم بيها ممكن هو يخترع بروناون جديد اسمه they وفي وكلاون وكلاون self حاجات كتير كده بس انا في الفيديو ده انا مش طالع عشان اشحلكوا هم ايه انا شرح عشان اكلمكم عن شهر يونيا بيحصل في ايه فانا هاجيب لكم في الفيديو ده اا اا فيديوهات لقاءات صور عشان تشوفوا ايه اللي بيجرح عليكم ويكون عندك علم على الكلام ده العلم ده هيخليك لما تيجي تاخد قرار تاخد قرار هادي عائل اا بناء على يعني 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 فهم كده ودراسة ووعي مش حاجة اهود فاحنا محتاجين قوي نفهم كويه في ايه اللي بيجرح عليهم فزي ما قلتلككم شهر يونيا ده شهر الاحتفالات هل امريكا بس اللي بتحتفل بالشهر لأ في بلاد تانية البلاد التانية دي زي إيه؟ زي مثلاً كندا، أستراليا، برازيل، أسبانيا، ألمانيا، إنجلترا فدول الست دول مع أمريكا يعني هما سبع دول اللي بيحتفلوا بهذا الشهر لكن الحقيقة أمريكا سبقى بعشر خطوات البلادي فاللي أمريكا بتعمله يعني بيليد الوي هي واغدأ إيه؟ القائد في هذا المجال بقى والبلاد التانية بتحاول إنها تتبعها وتمشي وراء أفعال أمريكا لو اللافت للنظر إن مثلاً إحنا الويك أند اللي فتكنا بنحتفل بالميموريال دي اللي هو بالفاترانز بالمحاربين اللي ضحوا بحياتهم عشان خاطر أمريكا عشان خاطر نصرة أمريكا ووضع أمريكا عشان خاطر يحمي الأمريكان سيتزنز فالفاترانز دول المحاربين اللي ماتوا أو المحاربين يضحوا بأكسامهم وبأعضاء جسمهم عشان خاطر أمريكا هو يوم بنحتفل بيوم بس يوم مثلا البرزيدنز دي اللي بنحافل به بالرؤساء اللي أسسوا أمره خلوا أمريكا أمريكا جورج واشنطن وأبرهام لينكلين هو يوم عيد الأم وما ليها بقى والأم اللي بتعمل له وفضلها على البشرية هو يوم حتى الأعياد الدينية الكريسمس هم يومين بس خلاص خلصة الكريسمس ثانكس جيفنج والأسرة بتتجمع والحاحتفالات الأسرية الجميلة هم يومين فلكن بالنسبة للبرايد هو شهر كامل بيحتفلوا بيه بأنفسهم شوف الويت شوف الوزن بتاع هذه الفئة مقابل الفئات الأخرى زي أو زي البرزيدنز أو الكلام ده كله طبعا فيها ستجي تقول لي طب يرانيا أنت مالك أمريكا بلد حريات ما يحتفلوا بنفسهم طب ما أنت لابس الحجابة ما تعمل لي اللي أنت عايزاه هو حد قال لك إلعي الحجاب خلاص هم يعملوا اللي هم عايزينه وإنت يعمل لي اللي أنت عايزاه ليه بتتعدي على حرياتهم طيب أنا هجيب لكم فيديوهات دلوقتي بحاجات هم قالوها الكميونيتي بتاعتهم الجي كوميونيتي هم قالوها فده دي أغنية طلعت من السنة اللي فاتت الجي كوميونيتي عملوا أغنية بيتكلموا فيها على هم هيعملوا إيه في أولاد أولاد الناس هيعملوا إيه في الأولاد الـ children هم إيه الأجندة بتاعتهم للأولاد دول فحسمعكم جزء من الأغنية وبعدين نكمل الكلام طبعا مش هسمعكم الأغنية كلها انتم ممكن تخشوا على اليوتيوب وتسمعوا الأغنية وتسمعوا التفاصيل بتاعتها هو في الأغنية بيقول هل انتم تعتقدوا ان احنا بنعمل بنعمل زنوب هل انتم شايفين ان احنا لو سبتونا الأجندة بتاعتنا من غير ما يكون في حد بيراجع اللي احنا بنعمله يعني هتأثر على أولادكو ايوة احنا جايين عشان نأثر على أولادكو احنا جايين علشان نحول أولادكو ونخليهم زينا ويعملوا زينا فدي كلمات الأغنية الأغنية دي طرعت السنة اللي فاتت وطبعا عملت أبرول رهيب لكن السنة دي بقيت طلعة يعني السنة اللي فاتت كان فيه انتقادات السنة دي الناس متقبلها بقى وبتسمعها فدي الأغنية بتاعت السنة اللي فاتت انا عايزةكم بقى تشوفوا الجزء ده في الأغنية اللي هو جاي فيه صور الناس اللي بتغني الأغنية دي فلو بصيتوا على الناس اللي بتغني دي هتلاقيهم ناس رجال من أعمار مختلفة فيه منهم ناس بدؤون ده نبيضة يعني راجل كبير في السن مش هيقل عن سبعين سنة فحتلاقوا فيه السبعين والخمسين والتلاتين هتلاقوا فيه ناس متعلمة تعلي معالي وناس كل كوميونيتي بتقولك ان احنا جايين علشان نحول ولادك ونغير فكر ولادك وقالوا هنغيرها بأسلوب بسيط وانقصة أسلوب خفي خفي جدا عشان يتغير فدي الأجندة اللي هم حطينها طيب حاجة تانية الأوركسترا بتاعت باستن الجاي أوركسترا أو الكواير بتاع باستن من الجاي كوميونيتي طالعين عاملين أغنية حواليكو برضو مقطع منها حتشوفوهم واقفين في الأوركسترا بقى الهيلمان بتاعت والابتين بقى بدل وحاجة الشياكة كده والهيبة بتاعت الأوركسترا وميوزيك وأصوات بقى فخبة جدا بتتكلم الأغنية بتقول إيه بتقول ولادكم ما هماش بتوعكم ولادكم مش ولادكم مش بتوعكم مش عشان هما الولاد جم من خلالكم لكن ده مش معناها أنهم بتوعكم أنت صحيح خدت الولاد حطتهم في بيتك لكن ده مش معناها أنه هو بتاعك أو أن أنت أنت ممكن تدي للولاد الحب لكن ده مش معناها أنك حتديهم أفكارك فده التحدي اللي هما بيقوله لك أن الولاد دول مش بتوعك ومش عشان أنت يعني حطتهم في بيتك ولا أكلتهم مش عشان أنت خلفتي الولاد دول ولا أكلتيهم ولا ربتيهم ولا ديتيهم حب وحنية وطلعتي أحسن ما عندك عشان ديهم ده مش معناها أنهما بتوعك مش معناها أنهما أنت حتشكليهم زي ما أنت عايز طب يعني في حاجة تانية رانيا غيرت أغاني هي دي اللي انت جيت طالعة تتكلمي عنها لا الاحتفالات بقت موجودة في كل حتة بيحصل الاحتفالات دا ايه بيبقى فيه برايد واكس في الشارع فيه أماكن كتيرة جدا بيطلع الجيز واللاسبي كل الفئة دي الكميونيتي دي بتطلع وبتنشر الأعلام بتاعتهم وبينشروا الأعلام وبيمشوا في يعني ايه وبيعملوا بقى باريدز طويلة وبيغنوا وبيحتفلوا وبيقولوا الأطفال يعني بيقولوا للكميونيتي أنه إحنا جمال جدا والناس متقبلانة جدا إحنا المدينة اللي أنا عايشة فيها السيفيك سنتر بتاعها فأول يوم في الشهر راح أطلق حط بقى البانر بتاعها اللي هي العالم بتاعهم وأطلق يعني احتفال إنه إحنا بنحتفل معاكم المدينة بتحتفل معاهم بالكلام دا هتلاقوا الاحتفالات دي موجودة برضو على في البيت لبيض وفي الكونغرس جنب العالم بتاع أمريكا مرفوع عالم هذه الفئة القنغرس وفي البيت لبيض طيب طيب خلص دي حاجات سياسية بيعملوا كده مؤامات سياسية أنت مالك أنت بالحاجات طيب أنا كمان مش بس كده المكتبات العامة لو أنت دخلت في أي مكتبة عامة دلوقتي حتلاقي فيه ستاند أول ما بتدخل بيقولك الكراءات يعني الكتب الجديدة اللي جاي الحاجات اللي حميقولك تقراها وكده والستاند دا دلوقتي كله الكتب بتاعة هذه الفئة بيتكلموا عنها والصور وبيعملوا إيه يعني الكتب لما تفتحها أنا أخجل أني أبص على هذه الصور لكن الحاجات دي موجودة في مكتبة عامة ممكن طفل عنده خمس سنين يفتحها ويشوفها ويقلب ويتفرج على الصور دلوقتي لما تروح المكتبة حتدخل تلاقي فيه الكوير أو الراجل اللي هو بيعتبر بيلبس لبس السيدة اسمه الكوير اللي هو راجل طول بعرض لكن بيحط ميكاب كتير جدا وبيلبس لبس يعني سيدات بشكل فج جدا ده باللوقتي هو اللي بيقعد في المكتبات يحكي يقرأ القصص للأطفال وبيعملوا activities وكده وبيعملوا يعني دي هم اللي بيقرؤوا الأطفال هم دول طبعا كل theme park زي مثلا ديزني لاند طبعا شهر يونيا ده عاملين احتفالات كبيرة جدا ليهم وبيعملوا يعني pride night يعني فيه ليالي كده عندهم معينة الليالي دي بتكون فيها بقى ايه الحاجات بتاعت يعني بيحتفلوا بالحاجات دي على مدار الليل فهتقولي طب الليل لأ هم فيه كمان ايام بيعملين بلوك كده لترات اربعة ايام دي الايام بتاعت هذه الفئة لو هتروح بقى ديزني هتلاقيهم كلهم موجودين انك والأعلام والألوان وكل theme زي بتتكلم عليه لو فتحت ناتفلكس او اي حاجة من البرامج streaming يعني الافلام هتلاقي فيه بلوك كده كبير معمول ليه الافلام اللي هي تبعهم فانت دلوقتي ممكن تدخل وتتفرج على الافلام والمسلسلات واللقاءات والحاجات دي كلها فالحاجات اللي هي زي ناتفلكس كده يعني عاملين الحاجات دي كده موجودة طبعا البرامج في التلفزيون هتلاقيهم مدينهم مساحة كبيرة جدا بيطلعوا بيطلعوا بقى في المورنينج شوز بيتكلموا يتكلموا على وعمليات التحويل والكلام فالموضوع موجود في المكتبات العامة موجود في التلفزيون موجود في كل الحاجات طبعا فيه واحدة هيجوا طب يراني انا وانت بشي عايزة تروحي ديزني لان دا ما تروحيش عايزة تغير فيل التلفزيون في الشهر دا يعني بشي عايزة تروحي المكتبة ما تروحيش لا هو كمان في المحلات زي مثلا محل زي تارجت عامل ساكاشن كاملة فيها للبس بتاعهم فالساكشن دا طب هو حر ما تروحيش الساكشن بتاعهم لا هم حطين اللبس دا عند الاطفال يعني اللي هم تلت شهور طفل لسه رضيع مولود هتلاقوا اللبس بتاعه مكتوب عليه لو اطفال بقى اكبر شوية خمس سنين سبع سنين عشر سنين الساكاشن بتاعت الاطفال كلها مليانة الحاجات طبعا احنا دلوقتي في فصل الصيف وفيه بقى المايوهات والكلام دا هتلاقوا فيه ساكشن بتاع المايوهات خاص بيهم هما فهتلاقوا فيه ساكشن للرجالة اللي هو راجل كامل الرجولة كل الجهزة بتاعته الراجل موجود بس هو بيلبس مايوهات الستات فهتلاقوا المايوه متركب الجزء العلوي ينفع للست والجزء السفلي ينفع للراجل ودول محطوصين على بعض وموجودين في تارجل طيب فلو انت مش عايز تعمل يعني لا هتفتح التلفزيون ولا هتروح ديزني ولا هتخرج في الشارع ولا هتروح المحلات السؤال هنا لغاية امتى ممكن حدود حريتك تقف عشان حدود حريتي انا تبتدي يعني دلوقتي فيه تعدي هل فيه انتوا شايفين اللي بيحصل ده فيه تعدي على الحريات بتاعت الاخرين ولا ده شيء طبيعي كل واحد ممكن يعمل اللي هو عايزه فده السؤال يرجع لكم طب الناس بقيت تعمل ايه الحياة فيه كوميونيتس كتيرة مش عجب هللي بيحصل ده حتى الناس اللي بينادوا بالحريات وانه كل واحد يعمل اللي هو عايزه شايفه ان ده فيه تعدي فيه ناس شايفة كده فيه ناس شايفة كده وفيه ناس قررت ناطقاطع حاجة زي الناس كتير قررت انها تقاطع آآ آآ تارجت فتارجت في اول كام يوم في شهر يونيا عمل خسائر تصل الى اتناشر بليون دولار ولا زال ده مستمر هتقولولي طب يعني ده انتوا بقى لأ عشان التدين والحركات بقى والناس اللي يعني التشدد بتاعك وبقى فيه آآ بادوايزر اللي هم الشركة بتاعة البيرة شركة بيرة يعني الناس اللي فيها بيشربوا بيرة فالشركة دي حطت طلعت منتج وحطت عليه صورة واحد آآ اللي هو آآ دينموفيني اللي هو راجل بيأيدنتفاي كاست يعني راجل بيلبس نبس ستات فحطت صورته على العلب بتاعة البيرة لما عملوا كده آآ بيشربوا بيرة أطعوا هذه الشركة والشركة تكبدت خسائر بالبلايين بس فده ده فيه ناس بتعمل كده فأنا أنا بس بطرح الموضوع ده على الساحة لأن انت محتاج تعرف اللي بيجرى حواليك محتاج تعرف ايه اللي انت القرارات اللي انت عايز تاخدها فانت لو خدت القرارة ان انت هتكمل مع تارجت بالعكس هتروح تنشط آآ تنشط النشاط بتاع تارجت لأن ده آآ شيء كويس فانت تقدر تاخد ده على مسؤوليتك أو ان انت تكرر ان انت تقاطع لان انت شايف ان الكلام ده ما ينفعش انهما يتعدى يعني ده كده فيه تعدي على حول الاخرين فتحط مسج ان ده أنا مش قابل ده انت تقدر تاخد تعمل هذا او تعمل زيك القرار في الاخر قرارك بس لازم القرار يكون مبني على علم فاهم ايه اللي بيجرى حواليك آآ فده اللي انا جبت لكم ده طبعا فيه حاجات كتيرة جدا انا مش عايزة بس الفيديو يطول قوي والناس تقول لي انت بتطولي قوي في الفيديوهات لكن نحية فيه حاجات كتيرة جدا ممكن اشاركوا فيها او لو انتوا عايزين تشاركوني احب اسمع رأيكم آآ انا فاتحة يعني اعتقد احنا ممكن نتناقش ولكن بالأدب مش عايز لحد يطلع يشتم ويقل ادبه الحقيقة لكن كل واحد ليه حرية القرار على الأقل دور القناة ان انت تبقى عارف اللي بيجرح عليك وبناء عليه تاخد قرار مبني على علم لو كان الفيديو فاتك بأي معلومة يبقى اشترك في القناة واشياره الفيديوهات شكرا لكم شكرا للمتابعتكم وكان معاكم رانيا السلطان ودي حكايات من الولايات